اشتركوا في القناة اليوم بتسلم رئاسة دورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري باسم بلدي الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهي مهمة جسيمة ولا سيما في سياق الحالي الذي يشهد تحديات ورهانات على مستوى الاقليمي ومستوى الدولي وأرجو من الله توفيق لنهوض بهذا دور الهام على أكمل وجه بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح ومهام الأمة العربية وبطبيعة الحال هذا ذكرت حالا سياق والسياق هو أن سنركز مع الأمان العام وأعضاء المجلس على معالجة قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية وخاصة في الوضع الحالي اتجاه هذه حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وقد تبكنا بفضل تعاون جميع الدول الأعضاء وبعمل جاد من الأمان العام على اتخاذ قرارات مهمة جدا أولا هناك أوضاع بما قلت على مستوى الأراضي الفلسطينية محتلة وكانت المعالجة على هنازم مستويات أولا تقييم الأوضاع انطلاقا من قرارات لمستوى الجامعة العربية ومستوى الثاني هو تحديد الموقف مؤقت عنده التتباط بالوقت الحالي ومستوى الثالث هو فتح الأبواب التفكير في الحل الحل الدايم هو بناء دولة دولة فلسطينية على حدود كما قلت اليوم في طاب الرابع من حزوح سيران 1967 هذه المساسة دولة بعض منهم وأضع الأخرى وأود أن أحيل كلمة معالي سيد المين العام باكتمال شكرا سيد الرئيس الحقيقة يمكنني القولة أنه العمل المكسف الذي ضاره خلال اليوم كان أساسا مركز على القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث بلغة العنف والسوق التي نشهدها حول غزة ومع ذلك يهمني إطلاع الإعلام العربي على مصاري اليوم كيف تناول المجلس الوزاري وأعضاؤه كافة المسؤوليات فبدأ اليوم بإنعقاد لجنة الصومال هي لجنة اتصال مصغرة صدر بها قرار للأمين العام بتشكيلها من دول محددة وهي مشكلة لجنة الصومال مشكلة من البحرين والجبوتي والسعودية ومصر وموريتانيا إضافة إلى الأمين العام وهذه اللجنة تناولت وضعية الصومال واستمرار رفض الصومال المنطقي المفهوم لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند إقليم صومالي لاند واللجنة المصغرة طرحت على المجلس الوزاري مشروع بيان للمجلس الوزاري تبنيه وتم اللازم وهذه اللجنة خلال أعملياتها أعادت التأكيد على دعم أمن واستقرار وسيادة الصومال وسلامة أراضية ودعم الصومال في مواجهة تهديدات الاعتداء على سيادته والتي صادر بها قرار عن مجلس الجامعة في يناير الماضي وصدر أيضا قرار جديد عن هذا المجلس تحت عنوان دعم جمهورية الصومال الفدرالية والمجلس الوزاري في خلال اجتماع التشاور كلف الرئاسة بتحركات قادمة سنشهدها في خلال الأيام والأسابيع القادمة اجتمعت لجنة أخرى اللجنة المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية الدول العربية واللجنة في أداءها لعملها هذه اللجنة الرباعية هي من البحرين والإمارات والسعودية ومصر والأمين العام رصدت هذه اللجنة ورفعت إلى المجلس الوزاري أن هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية وقررت الإبقاء على مراقبة هذا التطور الإيجابي والمهم وضمان استمرارياته في المستقبل وصدر قرار مختصر جدا من سطرين باستمرار هذه اللجنة في المتابعة وده تطور يعني لافت اجتمع المجلس الوزاري والحضور كان طيب للغاية اليوم في اجتماع التشاوري لمناقشة قضايا محددة هذا الاجتماع التشاوري حضره كل وزير على حدة بدون أي معاونين أو مساعدين وبالتالي أتاح فرصة كبيرة جدا للتبادل الأراء الصريح والتحدث في كل المسائل مسألة إثيوبيا ومذكرة التفاهم كانت مطروحة ماذا ينبغي للدول العربية القيام به؟ وهناك مثلما قلت تكلفات مطروح وأيضا طرح موضوع آخر موضوع الأرجنتين وحديث رئيس الأرجنتين عن فتح السفارة للأرجنتين في الأدس وهناك تكلفات صدرت ونقاشات دارت وتحليل الوضع وتحليل عميق يعكس الفهم الدقيق للأليات الأرجنتينية الداخلية بهذا الموضوع الموضوع بحث أيضا الموضوع لجوء الفلسطينيين والجامعة العربية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل وكيفية تعزيز الجهد الفلسطيني العربي في هذا الصدد بحث موضوع المحكمة الجنائية الدولية والدعوة التي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا وكيف يمكن للعرب المساهمة فيها ودعمها والمشاركة في كشف كشف كل ما وقع من المزابح وعملية الإبادة التي تمارسها إسرائيل فهذه كلها كانت مسائل بالإضافة طبعا إلى حتى بحث تنظيم العمل خلال هذا الاجتماع وتنظيم العمل في مستقبل الأيام للمجموعة العربية وكشف هذا الاجتماع التشاوري عن فائدة كبيرة جدا تدعو الجميع للتمسك بهذا النهج اسلوب التشاور لأن التشاور الوزراء قمضوا حوالي ساعتين كاملتين يتنقشوا في مسائل كثيرة جدا بمفردهم زي ما بقول القضية الفلسطينية كان استحوذ الكثير من المناقشات وفيما يتعلق بكلمات الوزراء صحيح سلموها للأمانة العامة بناء على توافق فيما بينهم أنه نركز على حديث وزير خارجية فلسطين وحديث الأمان العام باعتبارهم دول بيمثلوا بالإضافة للرئاسة والرئاسة السابقة لهذا الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية صدر في موضوع فلسطين ثمان قرارات تغطي كافة القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي أخيرا طبعا صدر مجموعة كبيرة من القرارات التقليدية التي هي متكررة أو في إضافات على قرارات سابقة شيء يعني هيحتاج من كل واحد من رجالات الأعلام وسيداته أنه يمضي ليلة كاملة لقراءة هذا الملف وهو ملف مفيد يكشف فلسفة العمل العربي يعني بعض البشر بعض الناس تقول ما هي قرارات لا هذه تعكس مفاهيم وبتعكس سياق عام لمرحلة تاريخية هي اليوم وعام أو عامين مضية وعام أو عامين أو ثلاثة أو خمسة قادمة هذا كله هو جهد اليوم وتمنياتي لكم بالتوفيق دائما شكرا 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 بالنسبة للشق الفلسطيني هل فيه قرارات لترجمة تنفيذ الثماني قرارات اللي صادروا عن هذا الاجتماع هل فيه خط التحرك عربي محددة السؤال لسياد الأمين العام يعني أستطيع أن أؤكد لك أن السفير حسام زاكي في نهاية هذا المؤتمر الصحفي سيكون قد أحاط الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بفحوى هذه القرارات والتوجهات العربية في هذا الشأن ودف حد ذاته نشر لهذه القرارات العزب الطيب الطاهر الأهرام العربي سؤالي لسعادة الوزير ثم لسعادة الأمين العام ما تعلق بسعادة الوزير تكلمت عن ما يتعلق بإعادة النظر في مراجعة العمل العربي المشترك ما تصوراتك في هذه المرحلة لتفعيل هذا العمل سعادة الأمين كان المندبون الدائمون لمجلس الجامعة العربية اتخذوا في اجتماعاتهم التي عقدت شهر الماضي مجموعة من الإجراءات العملية والتي تشكل نوعاً من التفاعل مع المطالب الشعبية فيما يتعلق ليس بدور الجامعة ولكن بدور الدول العربية لتصدي لهذا العدوان هل تم إقرار هذه التوصيات وهذه الخطوات في هذا الاجتماع ما سمعت من وزير الخارجية المغربي أن هذه الإجراءات تتخذ ضمن السيادة الخاصة بكل دولة ولكن الموضوع تطلب قرار جماعي عربي في هذه المرحلة لتصدي لهذه العدوان التشاطئ في كلمتك القوية اليوم شكراً ما يعني الأوضاع في الأراضي الفلسطينية محتلة جرى الحديث حول ثلاثة نقاط نقطة الأولى هي ما يتعلق بالإدانة ما يقوم به جيش الاحتلال إسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر من حرب إبادة تمت إدانته من طرف المجلس اليوم بشدة وكان هناك إجماع بين الدول العربية حول هذه النقطة المحطة الأخرى هي تحديد الموقف إذن الموقف كان واضح هو التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود واستخدام كل السبل متاحة جماعياً أو على مستوى كل بلد من أجل الوقف الفوري لطلاق النار وهذا كان عليه إجماع أيضاً والمحطة الأخرى هو أن نفهم إجماع أن لا حل إلا ببناء دولة فلسطينية مستقلة طبقاً لمبادرة العربية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة فيما يعني التحرك كل بلد عربي له علاقات وكان الطلب هو أن كل بلد يتحرك لتكثيف الضغط على الجيش الإسرائيلي وعلى حلفائه ولكن هذا لا يكفي من التحرك الجماعي في إطار الجامعة العربية وتم هناك اقتراح فعلاً أن الجامعة العربية تكون فريق أو عندها قطاع قانوني أظن كفء حسب ما قاله العام حاله ولكن هناك بعض من الدول قالوا ممكن طلبوا من الجامعة من خبراء الجامعة العربية اللي موجودين في هذه القاعة يستعانوا من خبراء من بعض من بعض من الدول العربية اللي كانت حاضرهم حاضرهم ولكن تم الاتباق هناك بعدين هناك بعد قانوني فني ولكن هناك بعد سياسي وجيوسياسي وأخلاقي اتجاه الشعب الفلسطيني وهي الطلب تحرك دول عربية بصيفة جماعية هذا أظن هذا هو الموقف واضح إذن تحرك جماعي فعلاً واستخدام علاقات دول لخدمة هذه القضية وهي فعلاً هذه القضية مركزية على مستوى العام العربي المشترك بعد إذن الرئيس الأخ الطيب سأل على تقرير المندوبين اللي وعد بمجموعة توصيات خاصة بالقضية الفلسطينية هذا التقرير وزع منذ أيام قليلة على دول الأعضاء بعد سياغته كتقرير كامل لدراسته من جانب كل دولة لكن الحقيقة أنه بجانب هذه التوصيات ومدى استعداد أي طرف عربي لتنفيذها كلها أو تنفيذ بعضها فلا يجب أن يفوتنا أن هناك لجنة تواصل أو اتصال شكلت شكلت منذ القمة العربية الإسلامية في الرياض وهذه اللجنة وهذه اللجنة قامت بالكثير من الزيارات وتم تقديم تقرير على نشاطها في التواصل مع الدول دائمة العدوية والنشاطات التي قامت بها لكن هذه اللجنة مازالت موجودة وقد تنشط في خلال أيام قد تنشط في خلال أسابيع لكن هي موجودة وهي المكلفة بالترويج للوضع العربي والموقف العربي والدفاع عن الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى ما يقوم به وزير خارجية فلسطين من جهد أخر سؤال فضالي إسرا خليفة من شبكة الإعلام العراقي طبعا العراق اليوم أعلن تبرع الوكالة العونورة بـ 25 مليون دولار لم تسمع أي شيء ولم تعتقد أن الوزير سمع أنت تسمع لا 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 العراق اليوم أعلن وزير الخارجية العراقي تبرع العراق بـ 25 مليون دولار لوكالة الأونورة فهل هناك دعوة للدول العربية لحذو حذو العراق في هذا التبرع وخصوصا أن كثير من الدول العربية سحبت تبرعاتها ودعمها للوكالة شكرا جزيلا سيدة الوزير وأنا عاوز أقول أن الأونورة في كافة التدخلات العربية كانت بتحظى بيه الاهتمام العربي لأنه بدون الأونورة لا مدارس فلسطينية في القطاع أو في الضفة أو في بعض الدول العربية بدون الأونورة لا مستشفيات ولا تغطية طبية وبالتالي الأونورة على مدى الفترة من منذ إنشاءها في سنة تسعة وربعين حتى اليوم هي أيما باعتبارها الجهاز الرئيسي في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على السموت يعني أحد النعم ربنا على الفلسطينيين أنهم جميعا يقرأوا ويكتبوا محوا الأمية بالكامل محوا الأمية يرجع أساسا إلى مدارس ومساهمات الأونورة فهذه ليست غيبة عن العرب من ناحية الذين يدعمون الأونورة ويطالبون أنا شخصيا أرسلت أخيرا عدة رسائل لكل الدول التي جمدت مساهمتها ونشدها مرة أخرى للعودة وصحيح لا توجد مؤشرات لديهم للعودة للمساعدة لكن أتصور أن أخلاقيات الحياة والظروف الضغطة على الشعب الفلسطيني ستفرض على الجميع المضية في دعم الأونورة الأونورة دورها هائل على الجانب الإسرائيلي هو يعي أن هذه الوكالة هي اللي دفعت عن الفلسطينيين في التعليم وفي الصحة وفي الخدمات كل المستشفيات كانت شغالة على الأونورة وبالتالي يهموا إلغاءها يهموا القضاء عليها أحد وسائل القضاء عليها هو محاولة اتهمها بالمساهمة في عملية 7 أكتوبر المجتمع الدولي لا يضحك عليه بهذه البساطة شكرا جزيلا شكرا جزيلا